بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معكم مستر احمد البشا وان شاء الله هنبدأ مع بعض listen number one في chapter number two ده theme number two واحنا هنبدأ تشابتر جديد التشابتر ده اسمه helping my habitat واحنا عندنا هنا كلمة مهمة جدا اللي هي كلمة habitat الكلمة دي كلمة من الكلمات المهمة جدا كلمة habitat كلمة habitat هنعرف الوقتي او هنعرف النهاردة ايه معناها helping طبعا يعني مساعدة مساعدة my habitat او helping my habitat معناها مساعدة الموطن بتاعي كلمة habitat معناها البيئة او المكان اللي انا عايش فيه او الموطن اللي انا عايش فيه كل واحد فينا عايش في مكان والمكان ده يعتبر هو الموطن بتاعه او البيئة بتاعته بمعنى اصح احنا في التشابتر ده ان شاء الله هنتكلم مع بعض على البيئة بتاعتنا وبتكون من ايه وازاي نحافظ عليها هواها كازا فعندنا الاكسرسايز الاول بيقول لي the lake وكلمة lake يعني البحيرة او البحاية والاكتيفتي الاول اكتيفتي سهلة جدا هو عاوزني ان انا اعمل color بيقول لي هنا color the following picture يعني عاوزني ان انا بكل بساطة قاعد يا الوين الرسمة دي والاوينها بي الشكل اللي انا شايفه هيكون حالو كل واحد بقى يقعد يلونها مع نفسه يعني كل واحد هيقعد يلونها بيه طبعا الافضل ان لما تلونها تلونها بألوان حلوة وتقعد كده السلة وتعملها بالراحة وتلون بقى الشجرة مثلا بالجرين مثلا هنا اهو دي كده مثلا بالجرين هنا كده مثلا اهو صح وبقية كل حاجة تاخد لونها يعني كل حاجة يكون لها اللون بتاعها يعني ايه تحاول انت تكون دقيق في الألوان بتاعتك وتكون شاطر في تلوين البحيرة دي طبعا دي صورة ليه بحيرة ماشي ليك كلمة ليك يعني بحيرة وواضح جدا ان في دك اهي بطة بتلعب وفي ورد وحاجات يعني هتلون الرسمة دي طيب خلينا نروح لي اكتيفتي تاني بس في الرسمة اللي فاتت دي انا عاوزك بس تاخد بالك من حاجة ان في الانفيرومنت في البيئة بيكون في هاوس بيكون في لو تاخد بالك بيكون في بيت بيكون في يعني بيكون في بيوت بيكون في تري شجر بيكون في مونتينس اللي هناك دي دي جبال اللي هناك دي مونتين كلمة مونتين دي من الكلمات المهمة مونتينس الجبال طيب البيئة المصرية احنا طبعا عايشين في مصر فيهمنا جدا ان احنا نتعلم اكتر على البيئة كلمة environment يعني البيئة طبعا البيئة المصرية من البيئات الجميلة جدا والبيئات المميزة جدا لان بتتميز بالتنوع وفيها اشكال كتير يعني احنا عارفين ان ايجيبت فيها بحر وفيها desert يعني فيها sea وفيها desert وفيها city وفيها كل حاجة فمصر مميزة جدا طيب ممكن نحط لكل رسمة من دول نحط لها اسم يعني مثلا انا هكتبلكو هنا اربع كلمات والكلمات دي هنختار منها كلمة city سيتي desert بيتش بيتش يعني شاطئ وي فارم هنختار كلمة city يعني مدينة خلاص desert يعني سحراء بيتش يعني شاطئ فارم وفارم يعني مزرعة خلاص طيب تعالنا نروح لي نشوف الصورة الانية هو عاوزني هنا في الاكتيفة ده يقول لي سيتيت بيتش نحط على الصورة المناسبة فهنختار من الاربع كلمات اللي انا كتبتهم دول الصورة الاولى دي طبعا دي صورة شاطئ وصورة سي اهو بحر وكده فطبعا نختار كلمة بيتش بيتش يعني الشاطئ ماشي طيب وهنا دي فارم طبعا دي الفارم دي البقرة هو والفلاح وهنا دي city ماشي دي المدينة وهنا دي طبعا desert انا بس عاوز الفتنظر لكم الحاجة مثلا لو قلتلكوا انتو عارفين ان كل كل مدينة بيكون ليها الطبع بتاعها او ليها الشكل بتاعها بيكون ليها يعني مثلا لو انا قلتلكوا اسكندرية انت اكيد روحت اسكندرية مع واما او بابا قبل كده فاسكندرية هتكون اني واحدة في ذول طبعا هتكون اللي فيها البيتش صح او لا طيب مثلا كايرو هتكون مثلا السيتي سايناي لو انا قلتلك مثلا سينا صح سينا هتبقى ايه هتبقى سايناي هتبقى اللي هي المكان اللي فيه صح او لا وجمل وهكذا فكل مدينة بيكون ليها الشكل التاعها سايناي هلاص طيب بس هي المهم انك تبقى عارف كل صورة من دول بتشاور على ايه بالزبط طيب تعالوا نروح لي برضو اكتيفتي تاني وهو بيقول لي put true in front of things that present in each environment than write name of each environment يعني اكتب الاسم بتاع كل ايه كل واحد هنروح نعمل نفس الاكتيفتي تاني يعني ايه يعني هو هنا في الصورة دي هنا هو كتب لي كلمة desert داش دي كده فاحنا هنكتبها صح desert ماشي و هنختار بقى هنعمل صح قدام الحاجه اللي احنا هنلاقيها هل في ال desert هنلاقي عصفير كده ما اعتقدش ان احنا هنلاقي العصفير دي ال birds دي مش هنلاقيها هنلاقي camel هنلاقي camel هنلاقي مباني هنلاقي building يعني لا طبعا مش هنلاقي building هنلاقي cows لا طبعا مش هنلاقي ده في ال desert هنلاقي beach هنلاقي شاطئ لا طبعا هنلاقي tree طبيعا لا هنلاقي building ما اعتقدش ان هنلاقي building هنلاقي cow nono هل هنلاقي بيتش الشاطئ؟ لا مش هنلاقي هنلاقي تري؟ طبعا هنلاقي تري هنا ده بيتش خلاص هسيب لوكم بيتش وهسيب لوكم سيتي ماشي تحلوهم انتو خلاص هتقودوا تحاولوا انتو ايه تقودوا تحلوهم وتشوفوا الحاجة اللي موجودة هنعمل قدامها true الحاجة اللي مش موجودة هنعمل قدامها ايه هنعمل قدامها false ماشي طيب تعالى نروح للأكتفيت اللي بعد كده وهو بيتكلم على اسمه help the environment كلمة help the environment يعني مساعد البيئة كنا اخذنا قبل كده حاجة اسمها pollution وكلبة pollution يعني التلوث وفي العموم في حاجات بتساعد البيئة وبتخليها تبقى احسن وفي حاجات بتضمر البيئة بتضمر environment فلما انا اقولك كلمة help the environment انساعد البيئة فانا هشوف الحاجات اللي مفيدة واعمل قدامها او خلينا نقرى الاكتفيت من الاول بيقولي هنا activity color the circles beside the objects that are human made and help environment يعني لو الحاجة دي بتساعد البيئة هنعمل ايه بالغرين وبيقولي هنا برضو لو الحاجة دي هم made and heart كلمة heart heart او harm اللي اتنين صحة heart او harm اللي اتنين معناهم يضر خلاص معناهم ايه يضر طيب تعالى نعلم على الحاجات اللي بتضر البيئة طبعا الكارس بتعمل حاجة اسمها pollution البوليوشن اللي هو التلوث ماشي الفاكتوري برضو بيلوث البيئة الفاكتور ده بيلوث البيئة انما باقي الحاجات دي ممكن نعملها بالغرين ممكن نعملها بالاخضر ليه لان هي بتبقى help the environment كلمة help the environment يعني بتساعد البيئة طبعا اللامب دي بتساعدنا to see يعني to a عشان تعمل لنا vision الغسالة دي برضو بتفيدنا the tractor ده اللي هو اللي بيلم الأعشاب وكده ده برضو بيساعد الاي بيساعد بقية من المبثرة كلها ان الحاجات اللي بتطلع دخان وبتلوث البيئة دي بتبقى harmful harmful يعني مضر واخر activity ممكن نتكلم عنه النهاردة هو activity الخاص بي بيقول هنا arrange the following words to complete sentence below to show meaning of environment عاوزين نرتب الحاجات دي علشان نزبط المعنى بتاع كلمة environment خليني هنا اشرح لكم يعني environment كلمة environment يعني البيئة وكلمة البيئة هو كل شيء محيط بينا كل شيء محيط بينا يعني انت كشخص مثلا ماشي انت كفارد اهو انت حواليك ايه حواليك عصفير مثلا حواليك تيور وحواليك مثلا شجر وحواليك sun الشمس وحواليك street يعني في شارع وفي ناس تانية كل الحاجات دي هي البيئة كل شيء حواليك هو environment environment يعني البيئة كل شيء انت عايش جواه هو environment الشارع اللي انت عايش فيه والمدينة اللي انت عايش فيها دي الانفيرومنت فاحنا لما بنيجي نعرف الانفيرومنت بنقول ايه environment is ماشي surrounding احنا مفروض نرتب الكلمات دي خلاص نرتبهم فدي رقم واحد اذا surrounding خلاص or دي رقم اتنين conditions condition يعني الظروف خلاص in which دي رقم 3 انت هتكتب ورايها انت هتكتب ورايها in which a person animal دي نمبر فورة animal or plant lives دي نمبر فورة animal or plant lives دي نمبر 5 يبقى هنكتب الجملة دي تاني هنا هنكتب برضو هنا هنكتب الاول environment is ده كان activity او listen number 1 في chapter number 2 هو activity مهم جدا ومهم جدا انك تكتب الجملة دي زي ما انا قلتها لك كده وتبتري تتدرب عليها علشان ان شاء الله تكون مفيدة ليكم ويا ريت تكتبوا sentence بتاعت ال environment دي اكتر من مرة لان هي مهمة ومفيدة جدا ان شاء الله نتقابل ان شاء الله في listen number 2 كنت معكم مستر احمد الباش باي باي